المملكة المتحدة قد تغير من نموذجها الاقتصادي المتبع لاستعادة قدرتها التنافسية في حال استبعادها من السوق الأوروبي الموحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي هذا ما أكده وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند مضيفا أنه يأمل أن تحافظ بلاده على النموذج الاقتصادي الأوروبي كالقواعد والنظام الضريبي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حاليا هو خروج صعب فمن الواضح أن المملكة المتحدة قد تستبعد من السوق الأوروبي الموحدة ففي هذه الحالة ستواجه بريطانيا واقعا صعبا جديدا وأضاف هاموند أنه في حال استبعاد بريطانيا من السوق الأوروبي فإن بلاده ستكون مرغمة على تغيير نموذجها الاقتصادي من أجل استعادة القدرة التنافسية وقد تضطر بريطانيا لخفض ضريبة الشركات الحكومة البريطانية طبعا تستطيع حتى التعامل مع المشكلات ولكن دعيني وضح نقطة على مستوى الشارع صحيح هناك بعض التقارير الرسمية أعلنت أنه منذ الاستفتاء لحد اليوم دخلت بريطانيا 50 مليار دولار استثمارات مؤشر البورصة البريطانية ارتفع إلى مستوى قياسي ولكن هذا على حساب تراجع قيمة الجنيه الاسترليني ومن المقرر أن تلقي تريزمي خلال الأسبوع الجاري خطابا مهما بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تعلن نهجا صارما للخروج أي فيما يخص إعطاء أولوية لضوابط الهجرة على الوصول إلى السوق الموحدة هل لدينا خطة عمل للخروج من الاتحاد الأوروبي؟ نعم وهل نحن جاهزون للجهود المطلوبة؟ نعم قلق واضح يسود الأجواء قبيل الإعلان عن خطة الحكومة البريطانية لمغادرة السوق الأوروبية الموحدة في حين يؤكد هاموند أن بلاده قادرة على النهوض مجددا والمنافسة في حال استبعادها من السوق الأوروبية تانيا إرشيد الإخبارية لندن